هل ترى بأن المسألة مرتبطة بسوريا هذه المرة أكثر من مسألة المفاعلات النووية وإمكانية وصول إيران للقنبلة النووية هل تعتقد بأننا يجب أن ننتبه لسوريا أكثر في هذه التوقيتات الآن قطعاً وبلا أي تردد لأن انظر ماذا يجرى على الساحة السورية كان هناك مراهنة على أن وهذا موضوع بحث في واشنطن يعني أول ما طرحه بأمانة وبصدق هو العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني طرحه مع الرئيس بايدن في أول لقاء قمة بعد أن استلم الرئيس بايدن مقاليد الحكم نوه به أنه من الضروري إعطاء فرصة والتعامل مع سوريا من خلال إعادة تأهيل سوريا بمعنى مجلسور الثقة بحيث يتغير السلوك بمعنى أن نحاول أن نشبك مع سوريا نعيدها إلى محيطها العربي وتبتعد بذلك عن إيران أو النفوذ الإيراني الذي يحدد بشكل أو بآخر السلوك السوري والعراقي يعني بصريح العبارة تم هذا التطبيع كانت القيادة واضحة من الإمارات لهذا الملف لحقتها المملكة العربية السعودية كان هناك تطبيع مع سوريا محاولة إعادة دمشق إلى المحيط العربي لاحظنا كيف تم إعادة المقعد أيضا وشارك الرئيس السوري في القمة فالكل كان يتوقع أن بعد مشاركة الأساس شخصيا الرئيس السوري في القمة بضيافة المملكة العربية السعودية أنه سيكون هناك تغيرا الآن الجميع كان يقول سنرصد كيف سيتغير هذا السلوك للأسف السلوك لم يتغير فيما يتعلق في ضرب الأذرع الإيرانية فيما يتعلق بالأنشطة التي تهدد الاستقرار في الصميم استقرار السعودية والمنظومة الخالجية برمتها والوردن وهي الأقرب القضية لا تقف عند تنظيمات قريبة من إيران موجودة قرب الحدود السلاح الأخطر هو إرهاب المخدرات ولحظت أنت خلال أقل من أسبوع ثلاث درونز تم إسقاطها من قبل القوات المسلحة الأردنية بمعنى أن هناك شيء ما يجري من خلال هذه التنظيمات الرعية للإرهاب والمخدرات يتزامن ذلك مع الاضطرابات التي حصلت في سويداء يتزامن ذلك أيضا مع ما يجري في دير الزور والحسكة خاصة القبائل والعشاء العربية التي تضغط بشكل ما بآخر على القسد شيء ما يتحرك من الواضح أن إرهاصات تتم على الأرض السورية لأن عند دخول إسرائيل على المشهد دائما الكل يحرص أن يتفادى أن تدخل إسرائيل عسكريا على الخط هذا لا تحبذ دائما روسيا وإن كانت تظهر دائما في إطار أن أنا موجودة على الأرض وبالتالي نوع من التنصيق يتم بشكل ما بآخر موقف أيضا روسي بأن طائرات أمريكية وصلت إلى اقتربات معينة بحميم صدر هذا التنبيه الروسي بأن هناك نشاط أمريكي واقتراب من الطائرات الروسية هذا يعني أن نعم كل الأنظار منصبة على الأراضي السورية وإن كانت دائما هناك إشارة العراق أن الموضوع يتعلق بالحدود العراقية السورية بخط الإمداد الآتي من إيران عبر العراق إلى سوريا فالمسألة نعم واضحة التركيز يكون على الساحة السورية